يعاني سكان العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي من الانتفاءات المتكررة للتيار الكهرباء ولساعات طويلة من قبل ملاك المحطات التجارية والحكومية خاصة مع دخول فصل الصيف ويشكل كثير من المواطنين من إلزامهم بدفع الاشتراك الشهري للكهرباء رغم انقطاع الخدمة تماما منذ عدة أشهر ما زاد من حجم معاناة المواطنين وتعطيل مصالحهم مصادر محلية كشفت عن قيام وزارة الكهرباء الخاضعة لسيطرة الميليشيا برفع الاشتراك الشهري لخدمة الكهرباء الحكومية إلى ألثين ريال دون إعلان المسبق في حين تم رفع سعر الاستهلاك إلى ثلاثمائة وخمسين ريال للكيلو الواحد رغم رداءة الخدمة وانقطاعتها بين الحين والآخر نتيجة توليدها بمادة المازوت الأقل كلفة من الديزل وأشارت إلى أن القرار الحوثي المفاجئ جاء عقب تعميمات لملاك المولدات الخاصة بإلغاء رسوم الاشتراك وتخفيض تعرفة الكيلو وات بعد توفر مدة الديزل ودخول عدد من سفن الوقود عبر ميناء الحديدة ومنذ سيطرة الميليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء تعرض قطاع الكهرباء الحكومي كغيره من القطاعات لتدمير ممنهج وتوقفت مؤسسة الكهرباء الحكومية عن تزويد منازل المواطنين والمؤسسات التجارية بالتيار الكهربائي بشكل كلي حينها اعتمد المواطنون على الطاقة الشمسية كبديل عن التيار الكهربائي وستمر الحال حتى 2017 حين استحدث عدد من التجار ورجال الأعمال محطات توليد خاصة تعتمد على مولدات كهربائية صغيرة ومتوسطة تعمل بالديزل في عدد من أحياء العاصمة صنعاء ومنذ ذلك الحين زاد عدد هذه المحطات التي أصبحت اليوم هي المزود الرئيسي للكهربائي في صنعاء وعدد من المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة ومع ذلك لم تسلم من بطشي ونهب الميليشيا الحوثية موسيقى